اشتركوا في القناة ونقوم معهم بعض الحروف وبعض الكلمات في حصة خط العربي وبنشوف اطفالنا واولادنا الصغار ازاي نقدر ننهض بهم وبمستواهم واخططهم ومهارتهم هنتناول بعض الحروف وليكن حرف الواو ونقارن بين حرف الواو في خط الرقعة وفي خط النسر معايا اولاد طيب قلنا ان حرف الواو التانية كده والحركة التالتة بتترسم بسنة الالم كده تمام طيب ما الواو المفردة في خط الرقعة عامل ازاي حنشوف كده هو مطموصة ما فيهاش ايه ما فيهاش فراغ ما فيهاش اللوزة اللي موجودة هنا في الواو النسخ وبعدين الموزة الصغيرة دي ماشي طيب لو جينا قلنا هنا هو الجزئية دي نقطة واحدة بالالم اللي انا بكتب بيه الجزئية دي نقطتين بالالم اللي انا بكتب بيه ماشي طبعا واضح الفرق فيه المقاس بين خط النسخ وبين خط الرقعة النسخ طبعا اكبر من اكبر من ايه من الرقعة طب نشوف الواو النسخ لما تيجي في وسط الكلمة او في اخر الكلمة كده هو طيب الواو الرقعة لما تيجي في النص او في الاخر حسنا كدهussian خد بالك النسخ ينزل عن السطر الرقعة سمعني طيب عايزين يشوف الواو وهي في كلمة وليا كنا عايزك تلقيه وردة في علاقة بين الواو والراء الرياء دي لو جيت عملت لها كده بقى تواو وردة طبعا الناس يتشكل الرقعة لا تتشكل الناس يتشكل الرقعة لا تتشكل هنا النقطة هنا النقطتين نقطتين هنا النقطتين شرطة تمام؟ كده واضح معانا الفرق بين خط النسخ وبين خط الرح بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي أحبائي محب الخط العربي أسعد الله ورحباتكم معا نستكمل سلسلة تعلم الخط العربي خدنا دورة النسخ ثلاثين حلقة خدنا دورة الرقعة خمسة عشرين حلقة بنجهز الوقت بدورة خطية مهمة لخط الديواني وخط الديواني سمي بهذا الاسم نسبة إلى الدواوين الملكية وكان قاصرا وسرا من أسرار الجوالات الملكي والولاد السلطاني ودلوقتي أنا وأنت هنكتب ديواني وما بقاش سر خلاص بقينا متاح لنا كلنا نكتب الخط الديواني هنشوف مع بعض فنية هذا الخط ونستكمل مع بعض دورة الخط الديواني فقوموا معنا